السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنتكلم على او خطة تنفيذ البم دي حاجة مختلفة من مشروع لمشروع. يعني هي خاصة بمشروع بس بعينه. مش خاصة بادارة في الشركة. دي حاجة تانية. دي بم بالمنتشن بلان. عندما احنا منتكلم على دي وسط يقوم نكتب فيها ايه اللي هنعمله والمتوقع يخرج من المشروع. ايه الاهداف اللي عايزين نوصل لها المعايير البرامج من الملاك والمسؤولين. الاجتماعات. الميتنج. الحاجات اللي هتسلم في اخر المشروع. هل هنسلم موديل ولا شوب دروينج ولا. اعدد المباني اه التسلاحيات مين اللي من حقوق ان هو يوصل للموديل من المحقوق يعدل من. انت هاتي طريقة فحص المشروع والشيكينج والفليديشن التبادل البناتة بعمل ازاي. وهو بيتعمل مرتين. المرة الاولى قبل ما نبدو العقد. ده في الخطوط العامة وبعد كده بعد العقد بيكون اخسر تفصيلا وفي اه كل المعلومات اللي محتاجينها. اهم الفوائد ان نحن نطبق البنق ان فيه تواصل وفي تعاون وتبادل بيانات وتوفير للوقت. طيب تعال نشوف اهم الحاجة اللي لازم تكون موجودة. اول حاجة اسم المشروع. لان هو بيخاص بمشروع معين. العنوان المشروع. رقم المشروع. ممكن يكون فيه رقم مشروع للمالي غير الحكومة غير الاستشارية. بتكتب العقام كلها. من هو اللي هنتسب به لما تحصل المشكلة. ايه هي مطلبات العميل. التعريب بمستوى البيم. دي كلها ندر من المرجع اللي هنشغل عليها. ايه الاكواد اللي هنشغل بيها? اه فيه طبعا الاكواد البراطينية. فيه اكواد امريكية. فيه سنافورة. فيه تقريب السمعين كود. بتبدأ تشوفهم. على سبيل المسال مثلا بي اس الفين وتسعين. تمام? اللي هو سندر الفين واثنشر. في اه سي اي سي في سي بي اي اكس في بيم فورمر. كل الحاجات دي بنقدر نستخدمها. مين المسؤول? او مين المؤسرين على سر المشروع? الكلينت البيم ليدر الكلينت كل دول بنكتبهم ونكتب اسماء الاشخاص المسؤولين في الشركة. وطريد تواصل بيهم تليفون والايميل بحيس ان احنا لو حصل اي حاجة ندر نتوصل بها. ورؤساء الاقسام في كل قسم يعني انا لو هكلم رئيس قسم الانشاية هكلم مين رئيس قسم الانشاية في خمس ستم. بكلم بس. تمام? اساس الموضوع. ما يبقاش اه في لغبطة. او في فوت. وبعد كم نكتب ايه المطلوب في المشروع? تمام? يعني هل مطلوب ولا مطلوب ايه مطلوب ولا مطلوب ولا مطلوب ولا مطلوب ولا مطلوب ولا مطلوب. دي بنعملها ازاي اني احنا بنnalض مع المالك ونعرض له الحاجات اللي ممكن نعملها من خلال هو يحدد لان رؤيت كل حاجة هيكلف كتير وممكن في حاجات تكلفنا كتير وهو بشو محتاجتها. تمام? فلازم يكونوا عارفين احنا محتاجين ايه. تمام? وبعد ك demon نكتب اسمي البرامج اللي احنا عايزينها. اللي احنا نشغل عليها والفرجلات بتاعها وهناخد منها امتداد. يعني مسلا عن سبيل المسال هشغل مسلا بالريفت او الاركاد اللي امتدد بتاعها ايه? هو بالشغل بقاني اصدار وهيبعت لنا الحاجات ديت بقاني امتداد هل هو اي في سي ولا ار في تي ولا هيبعتها لنا كاد. طبعا مرفوض ان انت تحول بيم لكاد وتبعته لي. لازم بيم يبقى بيم. تديني الملف الاصلي اللي انت تشغل عليه. تمام? ولا بشي هنستفاد منه كويس. فلازم تبعتلي الملف الاصلي. وبقى كامل نتفق مسلا مع الملف اصلي هتبعتلي مسلا تصدر انت الدي دابل جي وصدر البي دي ايف وتبعتهم. عسس نسلمهم للعمير مش عشان نشغل عليهم واعدل عليهم يعني ما نفعش مسلا نكون شركة شغالة ارتكشر شغالة ريفت ارتكشر وانا شغال ام اي بي ام اي بي. فهو يبعتلي ملف اوتوكاد انا ااخده عندي وابدأ اشغال عليه اوتوكاد فلا لحاجات بيش باينة. لا هو يبعت الملف الاصلي يعمل له لينك واشتغل عليه. تمام? وبعد كامل حدث الصلاحيات مين اللي محق ان هو يفتح الملف دوت ومين اللي محق اشتغل عليه وحاجات زي كده. وبعد كده بنتفق على معاعد تسليم في شهر ابريل هتديك الدزاين في الشهر اللي بعديه هتديك الدزاين في الشهر اللي بعديه هتديك وكزا تمام? كل ما تبقى الوصيقة فيها كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها ده بيوفر وقت كتير او يوفر مشاكل قد تصل الى المحكم. فده نبزة سريعة عن